أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين ساعات قليلة بتفصلنا عن مواجهة قوية جداً قبل بس ما تكلم عن مواجهة الأهل وبيراميدز عايز أقول لحضراتكم أنه مهما كانت نتيجة هذه المباراة ده الحاجة الرئيسية اللي بنتكلم فيها أو ده الخط الرئيسي اللي احنا دايماً هنتكلم فيه مع حضراتكم خلال المرحلة اليومين تلاتة اللي جايين دول أو اليومين اللي جايين دول ما قبل المباراة أن هذه المباراة مباراة مهمة ومباراة صعبة وكل حاجة ولكن في نفس الوقت يعني هتؤثر ولكن لسه بدري على المباريات اللي بعد كده لسه بدري لسه نادي الأهلي عنده بعد هذه المباراة عشر مباريات أخرى العشر مباريات دول هكون لهم تأثير أيضاً على الفوز إن شاء الله إن شاء الله بالدورة فهي مباراة صعبة ومباراة مهمة وكل حاجة ولكن برضو اللي عايز اقوله لحضراتكم انه المباراة تقام يوم الجمعة الساعة 9 على استاد القاهرة وهي مباراة مؤجلة من الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز زي ما قلت لحضراتكم في هذا التوقيت اللي هيكسب المواجهة دي عايز اقولها بصيغة اخرى ان هو هيدعم حضوزه في التواجد في صدارة الدوري بس ولكنها مش معنى ان انا اكسب بيرامدز ان انا خدت الدوري مش معنى ان انا لقدر الله حصل حاجة تانية ان انا خسرت الدوري اطلاقا هذه المباراة ستكون غاية في القوة والاثارة الفنية داخل المستطيل اللغضة لانه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الدوافع عند الفريقين دوافع كبيرة والفريقين كل واحد عند التاني كتاب مفتوح معروف مين عناصر القوة والضعف وده يمكن اللي حيزيد من قوة هذه المباراة النهاردة الفريق نادي الاهل استقنف تدريباته الجد على ملعب مختار التيتش بعد انتهاء فترة الراحة اللي منح الجهاز الفني زي ما حضراتكم عارفين هي بتبقى يوم قبل المباراة اللي فاتت هيكت يومين دي يعني كانت حاجة كده ايه بونس لللاعبين ان هم ياخدوا يوم زيادة والحمد لله ربنا كرامنا وقدرنا نكسب طلاق الجيش بهدفين مقابلشه النهاردة مرسل كولر وكالعادة دائما خلال هذه الفترة عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في اطار التحضيرات لهذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم في مثل هذه التوقيتات محاضرات الفيديو بتبقى هي الاهم محاضرات الفيديو بتبقى هي السائدة في التمارين لانه غير كده وكده اللاعبة دي وصلت لأعلى مستوى لها في اللاقاتها البدنية وبالعكس دي وقدر اتجاه تنازلي مش تصعودي بالنسبة لللاقاتها البدنية يعني لانه زي ما حضراتكم بتشوفوا كل اللاعبين اللي في العالم كله خدوا اجازات في معادة لعبة اللي بتلعب في امم اوروبا طبعا كل اللاعبة خدوا اجازات شفتوا محمد صلاح كان بيتفسح حينه وبيتفسح في العالمين وبيتفسح حينه وبيتفسح حينه وبعد كده راح النهارده كان اول يوم ليه مع ليفر بول اللاعبة دي يا فندم لسه لغاية دلوقتي هتتمرن عشان لسه عندها عشر ماتشات بعد ماتش يوم الجمعة لسه الدوري بتاعهم الدوري الدوري العام شغال لغاية يوم 18 اغسطس ففيه واحد دلوقتي هو قعد بيتفرج يقولك ايه ما هو نادي الاهل السبب لا 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 اوعى حد يوديك للاتجادة يقولك نادي الاهل السبب عشان اتأجرت له ماتشات اطلاقا هو لماذا تم تأجيل المباراة تم تأجيل المباراة لان مجموعة اللاعبين الابطال الرجالة اللي يستاهلوا كل خير الحقيقة وكل دعم وكل مساندة دول كانوا بيمثلوا مصر في كل البطولات الدولية والقرية اللي لعبوا فيها خلال الفترة الاخيرة سواء كاسعلم للاندية سواء دوري ابطال افريقيا سواء دوري السوبر الافريقي سواء الدوري الممتاز الافريقي سواء السوبر المحلي اللي هنا بيمثل النادي الاهلي في السوبر المحلي لكن في الثلاث بطولات التانية اللي محدش لعب بها من مصر غير النادي الاهلي اللي هم التسع مباريات الفرق دول هم اللي عاملين التأجيل ده كله عشان تبقوا حضراتكم عارفين وتبقى عارف ترد على الناس ازاي وتبقى عارف ترد على الناس ازاي لما حد يقول لك اسل الاهلي يا عم والله ما الاهلي هذه هي الحقيقة كاملة مش الاهلي لو فريق اكس هو اللي بيلعب نفس هذا العدد من المباريات اللي تلعبت كان زمانه لسه بيلعب لغاية دلوقتي محدش يقول لك الكلام ده ومحدش ياخدك في الطريق ده فالنهار ده في التمرين مجموعة اللاعبين فالتمرين بتبقى اكتر رايحة للنواحي الفيديو والحاجات دي افضل او اكتر بكتير من النواحي البدنية والجارية والكلام ده مجموعة اللاعبين اللي لعبوا المباريات الاخيرة يعني بيتمرنوا خفيف كده على الواقف يعني وحاجات استشفائية متنوعة في الجيم على هامش الميران الجماعة اما بقية اللاعبين فعندهم ميران بدني هو بدني ده لما الواحد بيسمع كلمة بدني ده يقول لك ان بدني ده حاجة قوية جدا وحاجة كبيرة جدا ولكن هذه ليست الحقيقة ميران بدني يعني يحاول يعود اليوم اللي خده اجازة فتبقى حاجة اسمها مثلا ايه سبرينتات قصيرة يعمل شوية حاجات بدنية على العضلة معينة حاجات في هذا الاطار ما بتبقاش بقى يعني بدني زي ما احنا عارفين وكل ده طبعا كان تحت اشراف ميرسيل كولر الموديل الفني اللي اختتم فقرات الميران الرئيسية بتأسيمة صغيرة الحقيقة شارك فيها فريقين من او فريقان من اللاعبين ورباعي خط او رباعي حراسة المرمى كالعادة محمد الشناوي ومصطفى شبير ومصطفى الزنفلي ومصطفى مخلوف ادوا ميرانا متنوعا تحت اشراف مشيليانكم مدرب الحرص